فالبيع هنا باطل بيع باطل فيسترد يعني يسترد المشتري هذا البيع الذي ترى بينهما يفسخ فإن كانت هناك أراضي عند النظام أو تحسطت نظام وسجلاتها موجودة هنا في مناطقنا المحررة يفرق بين نوعين من العقارات هناك عقارات غصبها النظام بعينها تهجير الناس من بيوتهم وقراهم وإخراجهم من أراضيهم وعقاراتهم إثر الحملات العسكرية التي شنها النظام الأسدي جعل الكثير من المهجرين إلى المناطق المحررة يفكرون ببيع أراضيهم وعقاراتهم التي يسيطر عليها النظام الأسدي بدافع الحاجة إلى المال لتدبير أمورهم وتحسين أحوالهم فما حكم بيع الأراضي والعقارات التي غصبها النظام أو التي صارت تحت سيطرته وهل يجوز بيع العقار الموجود عند النظام إذا كانت قيوده وسجلاته في المناطق المحررة في هذه الحلقة من برنامج جرهم الودينار نتعرف على حكم بيع الأراضي والعقارات المغصوبة من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم رضيبة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية أهلاً وسهلاً بكم دكتور إياكم الله وسهلاً أحسن الله إليكم بدايةً دكتور بالنسبة للأراضي والبيوت والعقارات وغير ذلك ما الذي في المناطق المحررة أو في غيرها من المناطق ما الذي يشترط في بيع العقار أو الأرض كالمحل والمنزل حتى يكون البيع صحيحاً الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن ماصيتك وبفضلك عمن سواك أما بيع العقارات وبيع الأراضي والدور وهذه الأشياء السابتة يعني غير المنقولة يعني تشملها يعني تشمل كل شيء لا ينقل لا ينقل كالأرضي والدكاني والمزرعةي والبستاني والمنزل والشقة والبناء والمصنع هذه العقارات شريعة الإسلامية شرطت إذا أراد الرجل أن يبيعها أن يكون قادراً على تسليمها قادراً على تسليمها وبالتالي إذا كان البائع لا يستطيع تسليمها كما لو كانت مشغولة أو كانت مغصوبة أو كانت يعني يعني هي في ملك غيره ملك غيره أو كانت يعني مرهونة مرهونة يعني مرهون العقار المرهون لا يباع لأنه صار محبوساً لحق الدائن وكذلك العقار المغصوب لا يجوز أن يباع لشخص آخر شخص آخر غير الخاصب لأن البائع لا يستطيع في هذه الحال أن يسلم ويخلي العقار ويسلمه للمشتري وبالتالي إذا كان لا يستطيع أن يبيعه فلا يجوز لا يستطيع أن يسلمه أو يخليه ويمكن المشتري من التصرف به فلا يجوز بيعه إذن الشرط الشرط في بيئ الدول والعقارات قدرة البائع على التسليم التسليم الذي يمكن المشتري من التصرف بالعقار نعم دكتور بالنسبة للأراضي والعقارات الموجودة في سيطرة النظام هل يجوز لما كان له أرض أو منزل أو عقار أن يبيعه لشخص آخر في المناطق المحررة أو في مناطق النظام هنا يمجب أن نفرق نفرق بين نوعين من العقارات هناك عقارات غصبها النظام بعينها يعني أرض قد وضع فيها النظام نقطة أسكرية قطع أسكرية أو وضع فيها معدات أسكرية وصارت تحت سيطرته حقيقة وحكما وصارت يعني لا يستطيع أي أحد أن يدخل إليها من غير عناصر النظام أو من غير جيشه أو بيتا من بيوت استوطنه وغصبه جيوشه وعناصر النظام أو الشبيحة الذين أخذوا البيت فصار البيت ليس فقط تحت سيطرة النظام إنما صار هو بعينه البيت مغصوبا هذا لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه عندما غصبه النظام صار تحت يده ولا يستطيع البائع هنا أن يسلمه بأي صورة هو صار ملك لم يعد ويملكه لكن في الحقيقة هو لا يستطيع بأي صورة من الصور أن يبيعه لشخص آخر طالما أن النظام السادية أو الجيشه أو شبيحته قد وضعوا يدهم عليه أو ربما بعض البيوت هناك يعني تملكها أو سيطر عليها حكومة النظام سيطرت عليها يعني بعد أن اتهموا بعد أن وصفوا أملاكها بالإرهاب واتهموها بالإرهاب ثم حجزوا كل أموالهم هذه أموال أصبحت يعني مرهونة ومغصوبة ولا يستطيع مالكها هنا أن يبيعها أما النوع الثاني من الأراضي والدور الموجودة اليوم في سراقب في معرفة النعمان في المناطق في مدينة حلب مثلا أو في المناطق الشامي في درعة في دير الزور في حمص في أي منطقة مجرد أن النظام فقط أنها صارت تحت سيطرة النظام لكنها موجودة قد يكون البيت موجودا ومغلقا أو الأرض موجودة لم يدخلها الجيش لكنها هي الآن الأرض هي في منطقة سيطرة النظام فنقول هنا أن العقار هذا العقار يجوز بيعه بشرط يجوز بيعه هنا أنا الذي يسكن في المناطق المحررة إذا أراد أن يبيعه لشخص آخر في المناطق المحررة أو في مناطق النظام يجوز أن يبيع العقار بشرط أن يستطيع المشتري أو البائع أن يقبض العقار أن يدخل العقار يدخله ويستطيع أن يتصرف فيه نعم يعني يستطيع البائع تخلية العقار وتمكين المشتري من التصرف إن كان كذلك فيجوز البيع يجوز البيع وأيضا يجوز البيع لمن إذا كان هناك رجل قاعد في العقار أو قاعد في البيت واتصل بصاحب العقار هنا قال أريد أن أشتري منك البيت فيجوز أن يبيعه البيت طالما أنه يستطيع أن يتخلص يستطيع أن يسكنه أو يتسلمه لذلك قال العلماء لا يجوز بيع الشيء المخصوب إلا لمن يستطيع أن يخلصه من الغاصب أو للغاصب نفسه يجوز بيع المخصوب للغاصب نفسه أو لمن يستطيع أن يخلصه من الغاصب أو لمن يستطيع أن يتسلمه ويقبضه فإن كان كذلك فيجوزه إن شاء الله تابعيني الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بالعودة إليكم متابعيني الكرام مع فضلت الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو نتكلم عن حكم بيع الأراضي والعقارات المخصوبة أحسن الله إليكم دكتور وإليكم أخي الكرام دكتور هناك بعض العقارات والأراضي ما تزال قيودها وسجلاتها مسجلة في المناطق المحررة فهنا إذا باعها هل يعتبر هذا قبضا ويكون البيع صحيحا هنا كما ذكرت في جوابي عن المسألة التي قبلها لا يكفي فقط أن ننقل الملكية على الصحيفة العقارية هذا وإن كنا نعده قبضا حكميا لكن القبض الحكمي يشترط أن يعقبه قبض حقيقي التخليا فإن كانت هناك أراضي عند النظام أو تحسطت نظام وسجلاتها موجودة هنا في مناطقنا المحررة فيشترط أيضا إذا أراد رجل أن يبيع العقار الذي تحت سيطات النظام أن يكون قادرا على تسليمه بنفسه أو بوكيله ما يشترط هو يذهب إلى النظام أو الشخص المشتري أن يذهب بنفسه إلى مناطقنا ممكن أن يتصل بأحد أقربائه في مناطق النظام ويقول له اذهب واستلم البيت أو استلم العقار الدكان الأرض يجوز أن يستلمه بنفسه أو بوكيله لكن مجرد وجود صحيفة العقار في مناطق المحررة ولا يستطيع تسليم العقار في مناطق النظام لعدم القدرة على التسليم أو لأن العقار مغصوب يعني من جيش التظامي أو من أحد فلا يجوز لا يجوز أن يبيعه ما لم يكن قادرا على تسليمه حقيقة بالتخلية أو تمكين المشتري من التصرف ولا يكتفى بنقله على الصحيفة العقارية دون تسليم حقيقي دكتور هناك بعض الأراضي والعقارات والبيوت في المناطق المحررة ولكنها على خطوط التماس أو على مناطق الرباط فهنا ما حكم بيعها لمن يسكن في المناطق المحررة هذه الأراضي أو هذه الدور الموجودة على نقاط التماس أو قريبة من نقاط الرباط هذه أيضا يعني الحكم فيها كالحكم في الأراضي يعني التي يعني يبيعها الإنسان وهي ليست وهي يعني ليست قريبة منه هنا نقول إن كان المشتري أو البائع يستطيع الدخول إلى الأرض لكن مشكلة فقط مشكلة الخوف فيجوز البيع نعم يعني هذه الأراضي ألا يستطيع المشتري الذهاب إليها نعم ألا يستطيع البائع الذهاب إليها لكن بسبب الخوف من القصف بسبب الخوف من العمليات العسكرية تضرر منها فالناس يهجرونها لكن لا يعني أنهم هجروها أنها لا يجوز بيعها نعم يجوز بيعها ويجوز شراءها ويجوز تأجيرها لمن يستطيع أن يتصرف بها أن يذهب إليها يعني أرض موجودة الآن يجوز بيعها إذا استطاع المشتري أن يتسلم أم إذا كانت الأرض بذاتها أو البيت بذاته صار نقطة عسكرية لا يستطيع أحد الوصول إليها فيتأخذ حكم الأراضي المخصوبة أما إذا كانت غير مخصوبة بعينها أو أنها يمكن الوصول إليها فيجوز بيعها إن شاء الله أخيرا دكتور بناء على كلامكم بحرمة بيع العقار أو الأرض أو البيت الذي لا يمكن تسليمه ماذا لو باعه لو باعه هذا الشخص كيف يتصرف وما الحل الشراء طبعا إذا باع البائع باع أحدهم أرضه الموجودة عند النظام ولم يستطع تسليمه الأرض أو عجز المشتري عن تسلم الأرض أو عجز البائع عن تخلية الأرض وتمكين المشتري من التصرف فالبيع هنا باطل بيع باطل فيسترد يعني يسترد المشتري هذا البيع الذي ترى بينهما يفسخ ويسترد المشتري ما دفعه ثمن للأرض وينزم هنا البائع البائع يجب عليه أن يرد ثمن الأرض إلى المشتري بل يجب على المشتري والبائع فسخذ البيع لأنه بيع كما قلت هو بيع غير جائز لا يجوز هو بيع شيئا لا يستطيع تسليمه كالبيع الطيري في الهواء والسمك في الماء وهذا بيع الغرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فبيع الغرر هو البيع الذي مجهول العاقبة وهنا جهلت عاقبة هذا البيع بل ضيف إلى كونه من بيوع الغرر أن البائع لا يستطيع تسليم أو تسليم وتخلية المبيع وهذا يدخل كما بيّنت في بيع الطيري في الهواء وبيع السمكي في الماء فذلك يجب فسخ هذا البيع ويجب على كل من البائع والمشتري أن يتراداه يعني كل منهما يرد للطرف الآخر ما أخذه فالمشتري هنا دفع ثمن العقار يسترده من البائع ويعني لا يصح هذا البيع ولا يعني يمضي ولا ينفذ جزاكم الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم وإليكم أخي الكائم إلى هنا متابعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء والشكر ووصولا لكم على حسن متابعتكم انتظرونا في حلقاتنا القادمة من برنامجكم جرهما ودينار دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة